قبل بداية الفيديو صعب عليك الاشتراك وتقدير تعب عشر سنوات ادعمنا بالاشتراك الآن لتغيير كلمة سر حسابك في الانستجرام في حال كنت ناس الكلمة القديمة اتبع مع الخطوات أولا ندخل إلى التطبيق وبعدها نضغط على الصورة الشخصية من هنا تمام وبعد ذلك نضغط على ثلاث شرطات ومن هذه الخيارات نختار الإعدادات أو الإعدادات والخصوصية حسب إصدار التطبيق عندك وما يظهر لك ومن صفحة الإعدادات نضغط على أيقونة البحث ونكتب كلمة السر والأمان هكذا ونختارها أو نضغط عليها ومن هذه الصفحة نضغط على هذا الخيار تغيير كلمة السر وفي هذه الصفحة نختار الحساب اللي احنا بدنا نغير كلمة السر إلوه تفتح لنا صفحة تغيير كلمة السر طبعا لو انت متذكر كلمة السر القديمة بإمكانك تغير الكلمة من هنا ولكن لو ناسي الكلمة القديمة نضغط على هذا الخيار هل نسيت كلمة السر وهنا ركز معي جيدا طبعا أذكركم أنه لازم تدعمونا بالاشتراك بالقناة ولو كنتوا على الفيسبوك اعملوا أنه عجاب لصفحتنا تقديرا لتعبنا أكيد مصاب عليكم نرجع الآن سيتم إرسال رسالة نصية للرقم الهاتف الموجود في الحساب ولو حسابك فيه إيميل رح تصل الرسالة للإيميل وفي حال أنك لا تستطيع الوصول لرقم الهاتف الموجود في الحساب أو الإيميل فخليكم معي لآخر الفيديو رح أقدم لكم حل الآن بنذهب للرسالة النصية اللي وصلتني كما نشاهد هذه هي الرسالة وندغط على الرابط الموجود بالرسالة رح ينقلنا لهذه الصفحة وهي صفحة تغيير كلمة السر في الانستجرام الآن يجب اتباع هذه التعليمات والإرشادات التي موجودة هنا وهي أنه يجب أن تكون الكلمة من 6 أحرف على الأقل ويجب أن يكون فيها أرقام وعلمات خاصة مثل هذه العلمات نكتب كلمة السر الجديدة هنا حسب التعليمات وأيضا نعيد كتابتها مرة أخرى هنا وبعد ذلك نضغط على إعادة تعيين كلمة السر الآن تم تغيير كلمة السر وإنت ما بتعرف الكلمة القديمة طيب لو أنت الآن غير قادر على الوصول لرقم الهاتف الموجود في الحساب أو البريد الإلكتروني الإيميل يعني الموجود في الحساب لأي سبب كان فاتبع معي هذه الخطوات اضغط على الصورة الشخصية وبعد ذلك اضغط على هذه الشرطات الثلاثة ومن هذه الخيارات اختار الإعدادات أو الإعدادات والخصوصية حسب ما هو موجود عندك والآن من صفحة الإعدادات اضغط على أيقونة البحث وأكتب المعلومات الشخصية أو التفاصيل الشخصية حسب ما يظهر لك رح تفتح معنا هذه الصفحة والآن نضغط على خيار معلومات الاتصال وفي هذه الصفحة نضغط على خيار إضافة جهة اتصال جديدة ومن هنا نختار ونضغط على إضافة رقم هاتف محمول وفي هذه الصفحة نكتب رقم الهاتف الجديد هنا واختار من الأسفل حسابي وإضغط على التالي وبعدها رح تصر رسالة التأكيد على رقم الهاتف الجديد وبعدها اتبع الخطوات اللي شرحناها في الفيديو لتغيير كلمة السر الموجودة في الانستجرام لو كنت بتشاهدنا على اليوتيوب اشترك معنا ولو كنت على الفيسبوك اعمل إنا أعجاب بصفحتنا في الفيسبوك اعمل لايك للفيديو وتعليق جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة